نيويورك تستسلم لكورونا وتنهار أمام سرعة تفشي حيث فقدت أكثر من ثمانمائة شخصاً بسبب الفيروس في أسوأ حصيلة يومية ما رفع عدد الوفايات في الولاية إلى أكثر من خمسة آلاف وهي حصيلة تتجاوز عدد ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي أسفرت عن مقتل ألفين وسبعمائة وثلاثة وخمسين شخصاً في المدينة ورغم عدد الوفايات المذهل في أكبر مدينة أمريكية بدت السلطات في نيويورك متفائلة بأن التفشي قد يكون أخيراً ويتراجع على غرار نطاق ساخن عالمية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وقبل ذلك الصين الأمر لا يزال يعتمد على ما نقوم به وما سنقوم به سيؤثر على هذه الأرقام أندرو كومو قال إن متوسط الأيام الثلاثة الماضية سجل تراجعاً واصفاً الحصيلة الأخيرة بالشاذة ولكنه شدد على ضرورة حفاظ سكان نيويورك على اتباع الارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل الرئيس دونالد ترامب بدوره أعرب عن دعمه لمواطنيه في نيويورك ونيوجيرزي لافتاً إلى أنهم سيعانون لأسبوع مؤلم آخر جامعة جونس هوبكنز التي تشرف على إحصاء كورونا رصدت ألفي حالة وفاة يومية في البلاد بما فيها الحالات المسجلة في نيويورك وهو ما قفز بالوفايات إلى نحو 13 ألف حالة في حين بلغت الإصابات اليومية أكثر من 28 ألفاً لتقترب بذلك من نصف مليون حالة نوال عياض الحدث